اشتركوا في القناة طيب إلا سنة نسائية ذكر الاستطار بعد الاختسار ذكر الاستطار عند الاختسار لأسف وذكر في ذلك حديث مجاهد أخبرنا مجاهد بن موسى حسن الحديث قال حدثنا عبد الرحمن المهدي من أساطين المحدثين قال حدثني أحا بن الوليد ومن السقاط قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني فيستدير فأولي قفايا فأسطره به فيستدير يكون كأنه سطارا للنبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح أخرج عبد 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 في الطهرة وابدماجة أيضا كلام منطرق مجاهد بن موسى وفي زيادة أنه كان يغسل الثوب من بول الجريه وانضح من بول الغلام ورغب سندي عن أمهاني رضي الله عنها وارضاها هذا الحديث في صحيح أن أمهاني رضي الله عنها وارضاها قالت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تسطره بثوب فوجدته يغتسل وفاطمة تسطره بثوب فسلمت فقال من هذا قلت أمهاني فلما فرع من غسلي قام فصلى ثماني ركعات في ثوب ملتح وهذا فيها دلالة على الاستطار طبعا الاستطار عند الاغتسال هو سنة مستحبة وليس واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ينستير يحب الحياة والست فإذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر إذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر فهو فيه استحباب ولذلك قال العلماء نعم درسنا أول ليلة آخر ودرسنا أمس قال علماؤنا بأنه من السنة أن يستتر وأن يغتسل يغتسل بإزار أو يستتر بسروال نعم وكانت فاطمة رضي الله عنه تستر النبي السلام بثوب وهو يغتسل يغتسل ويتستره بثوب لذلك دخلت أمهاني رأت أنه يغتسل لكن ما رأيته ما رأته إلا مستترا بثوب فاطمة تستر النبي بالثوب والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بأبي هو وأمي رضي الله عنكم جميعا أحسن الله عليكم درسناه درسناه أنا متأكد سلفي درسناه هو الباب 41 والباب 42 ذكر اختسال أول الليل ودرسنا اختسال أول الليل وأخيره درسناه أمس أخذناه لا 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 أخذنا البابين نعم ومسألة الاستطار عند الاغتسال مسألة مستحبة ولا استواجبة والدلالة على ذلك الإمام البخاري قال جواز الاغتسال عريانا بأن موسى عليه السلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا حيية وكان بنه إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى عورة بعض فقال وكان موسى رجلا حييا فكان ينفرد ويغتسل وحده فخلع ثوبه هم يقولون ما فعل ذلك إلا أن به عيب فخلع ثيابه واغتسل عريانا وثيابه كانت على الحجر رضي الله عنكم سلفي أديكم بيضاء علينا جميعا جزاك الله خير يعني فوضعت الثوب على الحجر الحجر وهذه معجزة أيضا الحجر أخذ الثوب جرى جرى الثوب فأخذ موسى عليه السلام العصى يضرب الحجر يقول ثوب حجر ثوب حجر حتى بلغ به إلى القوم فنظروا إليه فقالوا والله ما به من عيب عليه وعلمين أفضل صلاة أسكى التسليمات فهنا البخاري بواب أنه يجوز الاغتسال باب الاغتسال عريانا بما فعل موسى عليه السلام وإن كان الأكمل أن الإنسان يعني إذا استطر حتى لو كان خاليا بسروال أو بشيء من ذلك يكون أفضل له في هذا الباب فسبحانا ربنا العظيم نسأل الله للفعلاء نرزقنا أيكم اتباع السنة والتمسك السنة والتمسك بالسنة اللهم أمين يا رب العالمين نعوذ بالله من أن يأتينا أو يهجم علينا باب من ضلال أو باب من عدم علم أو نكون ممن يعظم الأشخاص دون تعظيم الآثار وأن نكون ممن لا يعظم السنة فنعوذ بالله من ذلك نسأل الله للفعلاء أن يعلمنا أيكم الفادي المصطنبطة من الفضل الترحيب بأهل الفضل ولذلك لما دخلت أم هاني قال من فقالت أم هاني قال مرحبا بأم هاني وقال أجرنا من أجرت يا أم هاني جواز الاستطار بالرجل جواز الاستطار بالرجل أبو السامح كان يقول له أعطني قفاك فيوليه قفاء حتى يستطر به جوازه للبنت أن تستر أباها جوازه للبنت أن تستر أباها طبعا دون أن ترى منه شيئا دون أن ترى منه شيئا لا يجوز أن ترى منه شيئا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما